وتنقسم الأراء حول إمكانية حدوث تغيير جديد في نتائج الانتخابات والذي سوف يقرره الناخب عبر صناديق الاقتراع في ظل التحالفات الجديدة ونزول التيارات المدنية إلى الشارع الانتخابي تفاصيل أكثر في التقرير التالي يتنافس في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة 70 حزبا وتحالفا سياسيا وأكثر من 6 ألاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات وتشكيل الحكومات المحلية وذلك بعد قرابة 13 عاما عن أول انتخابات أجريت في المحافظات وتنقسم الآراء حول إمكانية حدوث تغيير جديد في نتائج الانتخابات والذي سوف يقرره الناخب عبر صناديق الاقتراع في ظل التحالفات الجديدة ونزول التيارات المدنية إلى الشارع الانتخابي والقلق من مفاجآت سيقدم عليها التيار الصدري في استنساخ تشرين جديدة رغم أن بوصلتها الموازين لم تعد مشابهة للتحالف الثلاثي وقناعات الناس قد تغيرت حسب ما يقول مطلعون وأشاروا إلى أن القوى المدنية تحظى بمقبولية أكثر من الأحزاب التقليدية ليبقى رأس المال عنصر الدعم الإضافي التي تتنافس فيه هذه الأخيرة ما يجعل من فرص الأولى محدودة ضمن واقع قانون الانتخابات وحاجة الناس للقوى المؤهلة لتنفيذ خطابها الانتخابي ولن تكون انتخابات مجالس المحافظات نزهة سياسية فالتنافس يأخذ بعدا جديدا تختلف فيه القوى السنية على الأولويات وتتوحد فيه القوى الشيعية والكردية لنسب تمثيل جديدة في حكومات المحافظات المحررة ما يفتح صفحة كبيرة من التحديات التي يفرضها الواقع الجديد ومراكز القرار الأمني والمجتمعي